يعني بداية القواعد الأساسية في التعامل مع أولادنا في سن البلوغ سواء أولاد أو بنات للحفاظ على قيمنا الأصيلة فيما يتعلق بالمظهر والشكل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وختم النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أولا كل عام وحضرتك وأستاذنا الفضلة والسادة المشاهدين والأمة الإسلامية العربة العالم كله بخير وصحة وعافية بمناسبة المولد النبوي الشريف وحدك طيب بخير التعامل مع الأولاد وتربية الأولاد يكون بالقدوة أهم شيء لغرس الأخلاق الطيبة والأشياء الصالحة في الأولاد أن يكون الوالد والوالدة قدوة طيبة لأولاده صحيح للأسف الشديد إحنا بنشوف بعض الناس هو بيتناسى هذا الأمر وممكن يظل يطلب من أولاده أشياء وهو يخالفها يعني يقول لابنه صلي وهو مش بصلي أو مثلا يطلب من ابنه أنه هو يتكلم كلام مؤدبك وهو ممكن يخالفه طبعا يا جماعة إحنا لابد أن نعلم أن الفعل يؤثر أكثر من الكلام لأن قالوا يعني قديما كفعل رجل فعل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل في رجل فبعض الناس يظل ممكن يتكلم كثير لا القدوة مهمة جدا لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا والقرآن أمرنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير فمثلا أمر الآباء أن يعلموا أولادهم الصلاة قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع هو كده عنده سبع سنين أمره بس مش يعني كي نستفهم أمر يعني لا بعمف لا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا وما كان الرفق في شيء إلا زانة كما قال صلى الله عليه وسلم وما نزع الرفق من شيء إلا شانة والنبي كان يعلمنا القدوة دي ازاي كان يأخذ الأطفال سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما المسجد حضرتك نازل تصلي النهاردة مثلا الصلاة الجمعة وقشي الولد نايم وحضرتك نازل تصلي لا صحي واما حضرتك وعرفوا النهاردة يوم جمعة وهذا يوم معيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويلا بينا كده عشان نروح نصلي في المسجد ونيجي الولد لما يلاقي هذه الأمور النبي كان يعمل كده لدرجة أنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يحدث من الطفل أشياء وكان سيدنا النبي يتسامح ليه عشان خاطر يريد منه أن يتعلم يعني في مرة من المرات سيدنا الحسن أو الحسين ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي إمام هو سجد فحتى مسأله الصحابة أطلت السجدة قلنا نزل عليك قال لا إن ابن ارتحلني فكرهت أن أقطع عليه حاجته صلى الله عليه وسلم أيضا حتى في الأمور الاجتماعية يعني مثلا لا يقتصر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التربوية على العبادة فقط بل حتى على الشكل العام سواء كان في مأكل أو في مشرب أو في ملبس في المأكل مثلا سيدنا عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه كان غلام في حجر النبي قال كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم يعتربى في بيت سيدنا النبي مع أمه فقال لما وضع الطعام قال فكانت تضيش في الصحفة طبعا نحن عندنا الصفحة والصحفة الصفحة تلك الألب الصحفة اللي هو الإناء الذي يوضع فيه الطعام وكان قديما من خشب أو فخار فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا الغلام يده تتنقل في الإناء من كيف يأكل كذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يعلمه كيف يأكل قال يا غلام سم الله عندما تبدأ قل بسم الله وكل بيمينك كل بيدك اليمنى وكل مما يليك هذه تعليم تربوية بعدين شوف شوف هذا الغلام العبارة جميلة جدا اللي هي دي إحنا لما نعلمها تبقى مغروس يقولي فما ذالت تلك ضعمتي بعد ما زلت على هذا التعليم العلمون النبي صلى الله عليه وسلم